ازايكم عاملين ايه واهلا بكم في فيديو جديد من نصيح الدكور ياريت لو عجبكم الفيديو تعمله سبسكرايب للشانل عشان يوصلكم كل جديد في فيديو النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي ازاي قادر اخلي البيت شكله يبان اغنى واشيك حتى لو انا مش جاي باساس غالي فحقولكو على شوية نصيح علشان حقق ده اول نصيحة وهي دايما بتكلم عنها استخدام الالوان الهدية في التصميم اللي هي النيوترال كالرز اللي هي الالوان المحيدة الهدية بالذات في الحوائط زي الوان الابيض والكريم والوان المحيدة والفتحة خالص دول ممكن استخدامهم في الحوائط والارضيات زي ما قلنا في الفيديوز اللي فاتت لو انا عايز ازود الوان يبقى ازودها في الاكساسوريز او في الفيرنتر يعني انا بنصح دايما ان في اغلب الوقت الحوائط هي اللي تكون افتح حاجة لان لما بنيجي نعمل حوائط غمقى ساعات في ناس كتير قوي مش بتاخد بالها من الاضاءة في الغرف وده ممكن يضلم الغرف او يضيق مساحتها فدايما لازم وكمان مش بقدر ان انا اختار فيرنتشر يعني مش بقدر اختار الاساس بتاعي الطريقة سليمة لما بعمل الحوائط لونها غمق قوي الا في حدود طبعا حلما نتكلم عنها في فيديو الالوان فانا دايما بنصح ان الالوان بتاعت الحوائط تكون فتحة جدا علشان اقدر استخدم كل الوان الفيرنتشر المفارش الخدديات الوان الخشب زي ما انا عايز فالحوائط الفتحة هتريحني جدا وحتسهل ان الاضاءة تدخل جوه البيت ولو انا حابب يكون في لون غامق في الحوائط عندي او لون معين انا حاب وقوي فعايزه يتحط في الحيطة فهنبقى نعمل حيطة واحدة بس في الغرفة هي اللي تكون غامقة بحيث ان هي تبقى حيطة التركيز بتاعتنا بس ما نعملش كل حوائط الغرفة آآ غامقة وده هي جبنا للنقطة اللي بعدها وهي الفوكس هول او الفوكس اريا يعني منطقة التركيز ودي الفوكس هول او الفوكس اريا يعني لما بيجي ادخل مكان في البيت عيني بتركز عليه اول حاجة او اول حاجة بتلفت نظري ودي منطقة التركيز بتاعتي ازاي بتكون هي منطقة مصممة بطريقة معينة بحيث ان هي تاخد تركيزي كله ممكن بقى ازاي هخلي في حوائط من الحوائط عندي مثلا زي ما اتفقنا هحط في تجليدة في الحيطة تجليدة خشب مثلا تجليدة تكون لها لون مختلف عن لون الحيطة ممكن احط ورق حوائط فيها ممكن اعملها بلون مختلف زي ما اتفقنا بس ما بقاش كل الحوائط هي لون واحدية اللون اللي هيبقى مختلف ده هو الحيطة واحدة هحط عليها لوحة مسلا هحط مسلا عليها لونه مختلف حيطة جبيرة لوحة جبيرة هي دي الفوكس اريا بتاعتي وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي عندنا هم حطين تجليدة هي دي الفوكس بتاعتي على الحيطة وهي لمدية للحيطة بقية الحوائط مش هيكون فيها تجليد طبعا هتكون حوائط عادية سيدة خالص ممكن بقى احط عليها ارت وورك او احط عليها فريم او حاجة بس هتكون سيدة مش هتكون فيها تجليد هي بس حيطة التركيز بتاعتي هي اللي بيكون فيها تجليده وبتبقى حيطة التركيز بتبقى المين يعني وراء الكنبة الاساسية بتاعتي اه او في لو انا عندي اكبر حاجة اه او في قوضة النوم مسلا في دهر السرير يعني في الاغلب بتكون هي دي الحيطة الاساسية بتاعتي. وفي الصورة اللي بعدها هنا بس شايفين حجم الارت وورك قد ايه حجم اللوحة المحتوطة والحيطة معمولة روه خالص بسيطة جدا جري سادة فيهاش اي حاجة بس شايفين الارت وورك قد ايه وده طبعا هو اللي بيدي عندي الفوكس بتاعي طبعا هو لونه جدا بالنسبة لونه يعني براق جدا بالنسبة للون الحيطة. آآ علشان كده انا بقول لكم دايما اللي عايز الوان براقة في الدزاين بتاعه دايما يعمل الالوان في الحاجات في في الفيرنيتر او في اللوحات اللي حنعلقها. بلاش نعمل الالوان الاحمر والحاجات اللي هي البرقة قوي دي في الحوائط ما بتبقاش حلوة. النقطة اللي بعد كده هي معالجة الشبابيك. دايما احط الستاير طويلة شكلها حلو وهادي لان ده هيخلي الشباك يبان اكبر والبيت يبان اوسع. وطبعا فيه اصول لتركيب الستاير وتكلمنا عنها في فيديو الستاير هاعطوالكو في الدسكريبشن. النقطة اللي بعد كده دايما ما بناخدش بالنا منها وهي مهمة جدا. وهي الهارد وير او التركيبات بتاعتي. آآ وهي عبارة عن الحنفيات اللي هي صنابير المياه. مقابل الابواب والادراج والشبابيك. ودي لها اهمية كبيرة جدا. فانها تخلي البيت بتاعي يبان اشيك او يبان ان هو فقير والحيكة تباني انها رخيصة مهما كنت جايبها اسعارها غالية. دايما اخد بالي ان مقابل الابواب لازم تكون لها ديزاين حلو. طبعا فيه اشكال كتير جدا طلع عمودة واشكال حلوة جدا. آآ واسعارها كويسة. آآ لازم اخد بالي ان الهارد وير او المقابل الابواب بتاعتي تكون شكلها حلو ومش مصدية او مقشرة. وحنافيات او صنابير المياه بتاعتي تكون آآ جديدة مش مقشرة. تكون معليهاش اجيار او اي حاجة. وتكون الوانها مناسبة مع الوان ديزاين الحمام بتاعي او المطبخ بتاعي. كذلك برضو آآ المقابل بتاعت آآ الدرف بتاعتي او الادراج لو انا عندي مقابل في الادراج. آآ دي برضو مهمة جدا ان آآ ان شكلها يكون حلو ويكون لونها لايق مع بقية آآ الهارد وير او بتاع البيت. يعني ما يبقاش عندي مقابل الابواب لونها مسلا دهبي. وآآ وااجي مسلا عند آآ باب الليفنج روم مقابل بتاعه دهبي. وااجي عند بقية في الليفنج روم آآ خلي المقابل بتاعته مسلا لونها فضي. ماينفعش. فلازم كل الحاجات دي تبقى موحدة في البيت. آآ لما بوحد الحاجات دي بوحد الفنش بتاعها بالبيت بيبان ان هو اغنى واشيك. وبيبانش ان هو فقير مهما كنت انا جاي بالحاجة رخيصة. النقطة اللي بعد كده هي الكورشنز او الخدديات او الثرو بيلوز. آآ لو اختارنا شكلها صح. ولايق مع الوان الاساس بتاعي بحيث ان هو يبقى يعني فيه كونتراست كده بينها وبين الكنب بتاعي. بتدي شكل رائع للمكان. بتزود له لون وخامة. وفي نفس الوقت بتخلي شكل المكان مريح. وحنا زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوز. ان لازم المكان يبان ان هو شكله مريح وكوزي. لان المكان ده فيه ناس عايشة فيه. ما ينفعش. المكان يبقى مجرد هو بس تصميم جمالي وخلاص اشوفه بعناي. لأ ان طبعا عايش في المكان ده فلازم يكون فيه حاجات تباين ان في حد عايش في المكان يكون مريح. يكون فيه ادراج واماكن للتغزين بتاعة الحاجة. لان مش زي ما بنشوف الصور على بينترست او او على النات. المكان كله فاضي والدنيا بيضة وهدية. طيب فين ادراج اللي هحط فيها الحاجة? فين المخدات اللي هسند عليها وانا قاعد. آآ طبعا الحاجة دي مش بتبهم في الصور لانها بتبقى الصور دي دايما بتبقى لالفوتوغرفر في دايما بيجي لي اي عميل بيباعي زي الصورة. فاحنا بنحاول على القد ما نقدر نعمل ده. بس طبعا في حاجات لازم لها اصول ان انا احط اماكن للتغزين اعمل ادراج. آآ احط خدديات وكوشنز على الكنب. في حاجات كتير جدا دي بتبقى للاستخدام الادامي. ما ينفعش ان انا اسيب البيت كده لمجرد ان هو انا عايزه التصميم يبقى شبه الصورة. النصيحة اللي بعد كده علشان البيت يبين ان هو اغنى واشيك. اني اخلي المكان يبين اكبر من حجم. فيه شوية خدعة كده. آآ انا باستخدامها علشان البيت يبين اكبر من حجمه شوية. اول حاجة اني باستخدم الوان فتحة في الحوائط. وتكلمنا عن الموضوع ده آآ اكتر من مرة في الفيديو زي اللي قبل كده. تاني حاجة آآ المرايات. آآ لو فيه فرصة ان انا احط آآ مرايات في المكان. لو فيه ريسابشن مثلا عندي صغير شوية ممكن احط فيه مراية آآ وتكون المراية دي مثلا في وش الشباك. هي هيزود انعكاس الضوء آآ الطبيعي في القوضة وبالتالي هحس ان المكان اكبر مع الحوائط الفتحة هتحسسني المكان اكبر وهيدخل له ضوء اكتر. بس لازم نخلي بالنا واحنا بنختار المراية انها هتكون لايقا مع ديزاين او ستايل البيت. والوان هتكون مناسبة والفريم بتاعها هيكون لونه مناسب. النقطة اللي بعد كده هي الارت وورك او اللوحة. فيه عندنا طريقتين آآ ان زي ما انتو شايفين في الصورة كده بنحط فريمز كتير آآ مع بعض ودي اصلا موجودة من زمان جدا في الدزاين بتدي كلاسك اللوك آآ ممكن كمان استخدمها آآ فان انا لو انا عندي صور مثلا براشيس او غالي علي مثلا اللي او للعيلة ممكن برضو تتحط في اطار آآ بس طبعا يعني في اطار محدود آآ فدي برضو بتكون حلوة جدا. طريقة التانية هي زي ما قلنا في النقطة اللي قبل كده ان انا احط ارت وورك كبير او لوحة فنية كبيرة لونها آآ يعمل مع بقية الدزاين ومع لون الحيطة بيبقى شكلها حلوة جدا وممكن كمان تلعب دور الفوكس اريا اللي اتكلمنا عنها ان هي تبقى ورى مثلا الكنبة بتاعتي او في المكان الاساسي الحيطة الاساسية بتاعتي تلعب دور منطقة التركيز اللي انا قلت عليها قبل كده. النقطة اللي بعد كده هي وحدات الاضاءة. هجيب نجا في شكله حلو ومميز يعني يكون شكله حلو لايق مع ستايل البيت مودرن. آآ او لو انا شغال كلاسيك برضو هجيب حاجة شيك لايقه مع ستايل البيت. آآ تكون لايقه مع او البالت بتاعت البيت بتاعي. وممكن احط في الحيطة. لو انا شغال كلاسيك ممكن احط فيه برضو تكون حلوة جدا ممكن تنزل من السقف. آآ بتكون شكلها حلوة قوي. آآ ممكن اعمل اضاءة وراء التجاليد بتاعتي. بس احاول على قد ما اقدر ان انا مستخدمش. يعني اضاءات زيادة عن اللزوم لاني بشوف ناس دايما تحب بتعمل جيبسون بورد وتحط فيه آآ سبوتلايت كتير جدا. وبتحط بيت نور وبيحطه نجفة. فده هيبقى كتير جدا. هيبقى اوفر. وهيبقى مزاعد جدا للمكان اللي انا قاعد فيه. آآ في بس حالة واحدة ان احط اضاءات كتير فيها. هي ان البيت بتاعي يكون مش بيدخله اضاءة كفاية. للصبح. يعني انا بالليل لما يكون عندي ديوف بحتاج اضاءة. مثلا لو انا هحط نجفة. وعندي اابليكين. آآ لو انا في ليفنج روم مثلا. وعندي كام سبوت يعني محدودين في الجيبسون بورد بتاعي. ده كفاية جدا. يعني ما بقاش الاضاءات اوفرولمينج قوي و اوفر عشان عصاب ما تتعبش. آآ لو انا ما عنديش اضاءات كفاية آآ النور مش بيدخل عندي في البيت مثلا شبابيك صغيرة وانا مش بواجه شارع او مكان بيدخله شمس ممكن ازود في الاضاءات. بس غير كده يستحسن اني استخدم الصبح الاضاءات الطبيعية بتاعتي. وبالليل هستخدم الاضاءات البسيطة اللي انا هحطها. علشان البيت يبقى هادي مهدق للعصاب ما يبقاش متعب آآ جدا. وكمان ممكن احط اضاءات مميزة في المطبخ. دي برضو بتخلي البيت يبين انه هو اشيك. واخيرا ما ننساش دايما علشان بيتنا يبقى شيك وراقي و ويبين انه هو اغنى. ما ننساش دايما البساطة في التصميم والالوان اه بحيس ان البيت يكون مريح للاعصاب ويبين انه هو شيك وغني من غير ما آآ اضطر ان انا اجيب غالي او حاجة انا ممكن العب آآ بالموضوع ده بالالوان والاضاءة. فالموضوع بيبقى سيمبل جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو لو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتز وعملوا فالو على الانستجرام عشان تشوفوا الحاجات الجديدة. وقلولي عايزين تعرفوا معلومات عن ايه في موسيقى